بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلى يوم الروكية الشرعية. النهاردة هنتكلم عن تلاتين اه رمز لو شفناهم في المنام نعرف ان ان شاء الله في مولود ولد. اه هنتكلم على اه رموز بتدل على جنس الجنين. اه هنتكلم النهاردة على اه الولد وان شاء الله هنعمل فيديو تاني على اه الرموز اللي بتدل على انجاب بنت. اول رمز من الرموز اللي بتدل على انجاب بولد هي رؤية الحيط. رؤية الحيط في المنام للمرأة الحامل من الرموز المبشرة اه لها بالحمل بولادة اه زكر. الرمز التاني وهو رؤية الخاتم. اه رؤية الخاتم اه في المنام برضو اه رؤية الخاتم الزهب. اه في المنام من الرموز برضو اللي بتدل على انجاب اه ولد. اه الرمز اللي بعد كده وهو اه رؤية الخروف او رؤية الكبش. رؤية الخروف او رؤية الكبش برضو من الرموز المبشرة بولادة ولد كمان من الرموز اللي بتدل على ولادة ولد وكمان ولد هيكون صالح وهيكون بار بولدي كمان من الرموز برضو رؤية الأسد الأسد برضو من الرموز اللي بتدل على إنجاب ولد هيكون شخصيته قوية كمان من الحيوانات رؤية الفهد وكمان أحيانا رؤية الكلب فرؤية الأسد أو الفهد أو الكلب برضو من الرموز اللي بتدل على إنجاب ولد كمان من الرموز الخاصة برضو بالحيوانات رؤية الحصان ورؤية الحمار رؤية الحصان والحمار للمرأة الحامل برضو من الرموز المبشرة بولادة الزكر برضو من الرموز او الرمز اللي بعد كده وهو رؤية الامر رؤية الامر في المنام برضو من الرموز المبشرة بانجاب ولد وبانجاب ولد جميل كمان كمان من الرموز برضو رؤية الهلال رؤية الهلال برضو المرأة الحامل من الرموز المبشرة لها بولادة ولد برضو من الرموز اللي شوية غريبة وهي رؤية الألم رؤية الألم في المنام برضو للمرأة الحامل من الرموز اللي بدل على ولادة ذكر ولادة ذكر مميز وبشارة كمان بأنه هو هيكون متفوق وناجح برضو من الرموز وهي رؤية الدراهم رؤية الدراهم للمرأة الحامل أو رؤية المال بالأخص اللي هو المال المعدني اللي هو النقود المعدنية برضو من الرموز اللي بدل على إنجاب ولد وإنجاب ولد وهيجي من بعد خير كتير يعني هيجي من بعد الولادة خير كتير من الرموز برضو رؤية الكرسي رؤية الكرسي للمرأة الحامل برضو من الرموز اللي بدل على إنجاب ولد وإنجاب ولد وهيكون برضو يعني هتشوف معاه الراحة والمحبة كمان من الرموز اللي شوية غريبة هي رؤية السكين رؤية السكين من برضو للمرأة الحامل ده إنجاب ولد ولكن يعني إنجاب ولد شوية هيكون هادي أو عاقل كمان رؤية السيف برضو السيف من الرموز اللي بدل على إنجاب ولد وإنجاب ولد قوي برضو من الرموز اللي هي علاقة بالأسلحة رؤية القوس رؤية القوس برضو من الرموز اللي بدل على ولادة ولد شجاع وولد هيكون مدافع عن الحق برضو رؤية البئر رؤية البئر للمرأة الحامل أما تشوف البئر فيه مية فده من الرموز برضو اللي بدل على ولادة ولد وهيكون ولد يعني وهيكون نسل طيب كمان أما لما تشوف إن البئر خالم من المية فأحياناً بيدل على ولادة ولد ولكن الولد ده هيكون يعني عاق برضو من الرموز رؤية السلسلة السلسلة في المنام برضو من الرموز اللي بدل على إنجاب ولد والولد ده هيكون ليه نسل كتير يعني هيكون فيه نسل بعدين كتير كمان لما يشوف الرأي سلسلة المفاتيح رؤية المرأة الحامل برضو سلسلة المفاتيح بشارة لها بولادة الزكر كمان من الرموز التفاح لما تشوف التفاح أو تشوف إن هي أكلت من التفاح فبشارة بإنجاب ولد والولد ده هيكون ليه رزق كتير كمان من الفواكه رؤية الموز رؤية الموز برضو للمرأة الحامل برضو من الرموز المبشرة لها بإنجاب زكر كمان من الرموز المبشرة رؤية اللقلق اللقلق في المنام للمرأة الحامل برضو بشارة بإنجاب ولد والولد ده هيكون حافظ لكتاب الله كمان من الرموز رؤية التمر التمر برضو للمرأة الحامل بشارة بإنجاب ولد برضو من التيور بقى رؤية السقر رؤية السقر للمرأة الحامل ولادة ولد قوي وشجاع كمان رؤية العصفور رؤية العصفور أو رؤية البغبغاء كل دي بشارة بولادة طفل أو بولادة زقر جميل كمان من الرموز الأبريق رؤية الأبريق برضو للمرأة الحامل بشارة بولد كمان رؤية الملابس الرجالي رؤية الملابس الرجالي برضو دي إنجاب ولد كمان الحزاء برضو من الرموز اللي بتدل على إنجاب زقر برضو لبس التاج عما تشوف المرأة الحامل اللي هي لبسة داج فدي ولادة ولد وولد هيكون ليش شأن كبير دا كده كده أهم الرموز أو أهم العلامات اللي لو شافتها المرأة الحامل أو المرأة المتزوجة بيكون بشارة لها بإنجاب ولد أو بإنجاب زقر بتمنى إن يكون الفيديو عجبكم لو في أي استفسار أو سؤال اكتبوا لي تحت وأنا إن شاء الله هرد عليكم بشكركم جدا وشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة